يعني هي لما مصر بتعلن عن مبادرة ومصر الدولة العربية الكبرى ومصر هي المنطقة المحاذية لقطاع غزة واللي فيها حدود بينه وبين قطاع غزة ومصر لها دور وثقة عالمي لا يستطيع أحد أن ينكر أو يتجاهله باللحظة اللي مصر بتعلن فيه هذه المبادرة بطلب من رئيس الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس يتم الإعلان عن وجود مبادرات وعن وجود مقترحات جديدة شو الهدف منه هذا الكلام؟ طب إحنا كلنا اللي عنده إشي وهذا ما قاله رئيس أبو مازن في جولته في كل العواصم الإقليمية اللي عنده أي إشي عليه أن يدعم المبادرة المصرية أن يعزز من نجاح هذه المبادرة لا أن يكون هذا الجهد معطلا أو يعني منافسا للدور المصري لأنه الهدف هو حماية الشعب الفلسطيني إذا هذه المبادرة بتحقق الهدف بترفع الحصار عن غزة وبتعطينا أوفق سياسي لإنهاء الاحتلال أهلا وسهلا إلا إذا كان الهدف عند البعض أهداف أخرى لها علاقة بالبحث عن دور في الإقليم أو إعادة إنتاج جماعات لفظتها شعوبها أو محاولة إرضاء أطراف دولية لتصفية القضية الفلسطينية هذا الموضوع لا نسمح به